بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في سلسلة دروس ويندوز والتي نقدم بواجهة فرنسيا وواجهة انجليزيا سنتعلم اليوم كيف نقوم بإخراج تحكمات ويندوز هناك تحكمات كثيرة جميلة رائعة عميقة لويندوز ولكن يقومون بإخفائها وما لا يقومون بإخفائها بل يترقونها لمن يبحث عنها لأنه إذا قاموا بإخراجها كلها فأخذ توربك المستخدم المبتدي أو الجديد لهذا فهي توجد داخل هنا داخل تحكمات ويندوز سنقوم نحن بإخراج دفعة واحدة إلى سطح المكتب لتجربها والتحكم فيها واستخدامها لاحقا إن شاء الله كيف نقوم بذلك؟ نذهب هنا إلى شعر ميكروسوف تقصد اليسار أسفل ثم نكتب الحروف A و D و M بهذا الشكل فقط أربعة حروف بهذا ما نبحث عنه هو OT de administración ويندوز هذا هو إيقونة وهيئاتي ننقر عليها بالزر على إيقونة الفائرة ثم نذهب إلى أفغير لنبلسمن ديفيشي بهذا الشكل توجد مع هذه التحكمات السابقة وأنا جنزنا عليها فيديوهات سابقة ما يهمنا هو OT de administración ويندوز ننقر عليها بالزر على إيقونة الفائرة ثم نستروع إلى سطح المكتب من خلال أفغير بيور بهذا الشكل عندما تظهر على سطح المكتب لاحظوا جيدا عندما نفتحها فهي ليست أبليكاسيو كما اسموها ولكن فقط مجلد مجلد يتضمن مجموعة من التحكمات التحكمات هنا تظهر كثيرة ولكن شكلها لا يظهر جميل ما سنقوم بها الآن سيدرى على جمالية لا بأس بها نذهب إلى أفشاج ثم نختار غونتكون من هذا الشكل لاحظوا كيف أصبحت يمكن أن نزيد التكبير يمكن أن نذهب إلى تخيغونتكون ولكن شاشتي هنا لا تتمكن من استيعاب لذا سأستعين بالفائرة والضغط على كنترول من أجل تصغير العرض إلى هذا الحد ومتشاهدون فهي تحكمات جميلة وعميقة يمكننا أن نجربها واحدة تلوة أخرى تحكمات سطحية وتحكمات عميقة تحكمات بسيطة وتحكمات معقدة وأيضا في بعض الأحيان السلطة التحكمات بل هناك من يظهر فقط خصائص النظام إمكاناته بأشكال جميلة وأنيقة نذهب الآن إلى الواجهة الإنجليزية بنفس الطريقة ننقر هنا ونكتب ADMI نفس الحروف ADMI بهذا الشكل A و D و M و E العنوان مختلف لأنواب الإنجليزية Windows Administra Tools بهذا الشكل مختلف ولكن نفس التحكم بزر الأيمن الفائرة ثم Open File Location عندما نجد مكان تواجده ننقر عليه بزر الأيمن الفائرة ونختار Send To ثم نرسله إلى سطح المكتب نغلق هذه هو هذا نفتحه بنفس الطريقة العرض دائما يأتي بهذا الشكل البسيط وهو غير جميل نحن نقوم بمن الأفضل تكبير الشاشة تكبير المجلد عندما نريد أن نقوم بتكبير الأيقونات فنجعل المجلد ملء الشاشة لكي نتحكم في الحجم الذي سيلائم من الشاشة نذهب إلى View ونكبر مثلاً هنا غاج ما زال عندي مجال سأستعمل الفائرة بهذا الشكل متشاهدون فالأمر أصبح جميل إذا أردنا أي تحكم بعيني لنخرجها إلى سطح المكتب يمكن أن نخرجها بزر الأيمن للفائرة Send To نحو الديسكتوب كما تعودنا وتعلمنا كان هذا كل ما يتعلق بطريقة إخلاج ما يسمى BOT d'administration وتكبير طريقة عرضها لتظهر بهذا الشكل الجميل وإلى فيديو قديم إن شاء الله